أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسة البابا فرانسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط وأكد قداسته بأن الفرح الإنجيلي ينبعث من اللقاء بيسوع لأننا عندما نلتقي بالرب يغمرنا ذلك الحب الذي وحده الله قادر على منحنا إياه وقال أيها الأبو الأقدس يسر الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نختتم اليوم التعليم حول أعمال الرسل مع المرحلة الرسولية الأخيرة للقديس بولوس إلى هنا وصل رسول الأمم بعد رحلة طويلة وصعبة مطبوعة بالتهديدات والمخاطر وإنما أيضا بالإقاءات حفية وبالشذة الطيب لإيمان تلاميذ المسيح وإحاءات الرب المعزية والمشجعة مع وصول القديس بولوس إلى قلب الإمبراطورية تنتهي رواية أعمال الرسل التي لا تختتم باستشهاد بولوس وإنما بزرع الكلمة الوافر كلمة لا يمكن إيقافها بل ترقد لكي تحمل الخلاصة للجميع وفي روما التقى بولوس أولا بإخوته في المسيح الذين استقبلوه وشددوا عزيمته وأظهروا له من خلال استقبالهم له أنهم كانوا ينتظرون وصوله بشوق بعدها سمح لبولوس أن يقيم في منزل خاص به مع الجندي الذي يحرسه وبالرغم من كونه سجيناً تمكن بولوس من لقاء أعيان اليهود ليشرح لهم كيف أجبر على رفع دعواه إلى قيصر ويحدثهم عن ملكوت الله بكل جرأة لا يمنعه أحد في بيت يستقبل جميع الذين يريدون أن ينالوا إعلان ملكوت الله ويعرف المسيح أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في ختام هذه المسيرة التي عشناها معاً متبعين مسيرة الإنجيل في العالم ليعزز الروح القدس في كل فرد مننا الدعوة لكي نكون مبشرين شجعان وفرحين وليجعلنا نحن أيضاً على مثالي بولوس قادرين على أن نخصبى بيوتنا بالإنجيل ونجعلها عليات أخوة نستقبل فيها المسيح الحي الذي يأتي للقائنا في كل إنسان وكل زمان شكراً لحزيون ري اضغطاً لليسولي إلى المسيح الحي لحزيون أن أضغطوا بيوتنا الوطن ولكح يلسينiento الهي 聽 فيها العلمان في كل إنسان وليس لدينا وقت يدعنا في كل إنسان وفيه اتطفاً لعاصي في العلمان كني حماً لدينا في العلمان صوهة والأخوات الأعزاء الكبيرًا لدينا أورمان الزرير نحزيون في العلمان وفيه نحزيون وفيها وفيًا المترجم للقناة والأخوات الأعزاء إن فرح الإنجيل ينبعث من اللقاء بيسوع لأننا عندما نلتقي بالرب يغمرنا ذلك الحب الذي وحده الله قادر على منحنا إياه وهنا يكمن مصدر كل عمل البشارة فلا يقفننا إذن الخوف بأن نخطئ أو أن نسير على دروب جديدة لأن دعفنا ليس حاجزاً بل أداة ثمينة لأن نعمة الله تحب أن تظهر في دعفنا ليبارك من رب ترجمة نانسي قنقر